رجعنا لحضراتكم مرة تانية وعندنا كلام كتير في الكورة عن استدادات الأهلي قبل مواجهة سينبا المرتقبة في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدولي الأفريقي المقررة يوم الجمعة القادمة في تنزانيا وبطبيعة الحال هنتكلم كمان عن منتخب مصر وآخر المستجدات على الساحة الكروية يعني من خلال يعني لنا سعيد أنه موجود معانا النهاردة كابتننا الكابتن إيهاب جلال حارس مرمى النادي الأهلي ومدير المدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق كابتن إيهاب مشارفنا ومنورنا وصباح الخير صباح الخير فاروق أنا سعيد أنه معك طبعا ومعانا هون طبعا أهلا بحضراتك ده طبيعي يعني فأنا سعيد أنه معك النهاردة إن شاء الله وربنا يكرمك يا فاروق نخش بقى على طول في الموضوع نخش على طول ونتكلم عن مباراة الافتتاح طبعا نتكلم عن أهلي وسينبا التنزاني وبالنسبة لهم احنا حتى عردنا الكواليس وعردنا إزاي الجماهير بتستعد الستيكرز بتعلاق في كل حيط فتحس أنه حدث عالمي بيقام عندهم مباراة مهمة جدا ناس كتيرة جدا حتى يعني من مشجعي سينبا بيحبوا النادي الأهلي بيحبوا يتصور وشفنا مشاهد دي أكتر من مرة لكن على الصعيد الفني إحنا لعبنا قبل كده هناك وخسرنا هل ده مقلق ولا ده مش مقياس ولنا ما بلعبش على أرضي ما بيفرقش معاي النتيجة أو يكفيني التعادل السلبي وهل السيناريو ده لو طبق المراضي الأمثل يعني خلينا نبدأ من الزاوية دي بوسا هوند النادي الأهلي طبيعي جدا نازم يكسب وطبيعي جدا إنه زي ما حديك قلت كده الكواليس هناك حدث ونادي الأهلي رايح هناك نادي الأهلي معروف جدا في أفريقيا بطل أفريقيا كذا مرة وهو المتزعم يعني أفريقيا الكواليس قوي فطبعا ده حدث النقطة تنهى الجانب الفني لازم الأهلي يخش المباراة عشان يكسب عشان كذا سنة كده حصلوا أربعض إنه إحنا بيحصل فيه تعصر شوية بنخش متأخر شوية فطبعا ده مش هينفع في الأيام دي لأنه طبعا كله عامل حساب النادي الأهلي عامل حساب إنه هو بطل أفريقيا عايزيني أنا من وجهة نظري أنا أنا بشوفه أو المزيعيين ما بيجوا يحللوا المباريات أو يزيعوا المباريات أنا بحس كده إنه هم مش عايزين النادي الأهلي على طول يكسب أو ياخد البطولة دايما أنا حستها في كذا هو إحساس مظبوط يعني أنا حسيت كتير جدا فيه مزيعيين يقول لك آه نادي الأهلي على عيننا وعلى رأسنا وكبير وكل حاجة إنه مش عايزين هو اللي يبقى يا كابتاني هيا بقول لك على حاجة والله عزين مضحكة جدا إحنا أوقات أصدقائنا إحنا أصدقائنا نشوف إحنا لا لعيبة ولا في الجهاز الفني إحنا مجرد أهلوية ومزيعين بيجوا يكلمونا وكلموا بجد مش كفاية بقى ولا إيه أنتو هتفضلوا تكسبوا على طول المكان بحاجة صح الواحد بيبص لهم يقول لهم طبعا يعني عايزين تكسبوا كسبوا الواحد بيحس كده ولا إيه مش مانعيهم على فكرة بس حاولوا تكسبوا صحيح إحنا أنا بحس فيه حتى الموزيعين اللي هما بتوع القناوات اللي بتزيع المشارات النادي الأهلي أنا بحس إنه هما بيحب الأهلي جدا إنه ما عاوز مثلا فرقة تانية من طول السكسب أو فرقة من المغرب تكسب إحنا مش مانعين إحنا مش مانعين طبع تكسب زي ما أنت عاوز عشان كده بقول لنادي الأهلي التركيز مهم جدا إنه هو يبتدي بدايات قوية يعني البداية دائماً تبقى قوية عشان ما تخليش حد يتكلم يعني إيه يقول آه بلاش ومش بلاش لا النادي الأهلي مش كده النادي الأهلي بيخش أي بطولة بيكسبها وعاوز يكسبها ده قدر النادي الأهلي وده النادي الأهلي متعود على كده ومعاود جماهيره على كده يعني هو معاود جماهيره على كده والجماهير مش هتقبل غير بكده يعني الجماهير مش هتقبل بغير إنه هو النادي الأهلي لازم كل بطولة يخشها لازم يخد فطبعاً حدث كبير زنبة التنزاني ده برضو من الفرق كويسة فرق محترمة فلازم نقدر الفرق اللي قدامنا ولازم نلعب على المقسب يعني إحنا مناش دعوة باش هنروح نتعادل أو عشان هلعبهم تاني هنا عشان النقط تتلام بدري عشان نبقى مرتاحين في المباراة اللي بعد كده كابن إيهاب يعني بالأمس انتظم السبع لعبين الدوليين اللي كانوا معهون منتخب المصري في التدريبات اللي أهلي بالأمس لكن مش كل السبع لعبين نزلوا التدريب اتنين لعب اللي كانوا موجودين في التدريب والباقي كان بياخد طبعا استشفى وريكوفري لسه عالي معلولها ينضم الفريق أو البعثة في تنزانيا شايفي إن النادي الأهلي يعني تقدر تقولي اللعب هتتمرن تمرين النهاردة ثم تمرين آخر هناك في تنزانيا غدا هل فترة كافية الإجهاد هل ممكن من الأمور اللي يعاني منها مستر كولر في هذه المواجهة لأ بص إجهاد مش إجهاد برضو لسه في أول الموسم لعب الدولية لعبت ماتشين جامدين جدا المباراتين كانوا أخوية جدا اللعبهم منتخب مصر الليستشفى دي اللي هترجع لعيب تاني إلى حالته الطبيعية ده طبيعي جدا وطبعا النادي الأهلي أو المستر كولر والناس اللي مسؤولة في النادي الأهلي عارفين يرجعوا اللعبة الزابة للإستشفى خصوصا إحنا لسه في أول الموسم لسه مش عايزين نتكلم على الإجهاد والكلام ده إنه مش هيبه موجود دلوقتي في 3-4 ماتشات الأولين دول هيبقى صعب جدا إنما الليستشفى مهمة جدا الريكافرينج مهمة جدا للعيبة الحالة النفسية للعيب ده مهمة جدا وأنا شاف إن الماتشين اللعبة الدولية واللعيبة بتاعت النادي الأهلي اللي موجودة هنا مش في المنتخب الحالة النفسية بتاعتهم عالية جدا عاوزين طبعا ياخدوا البطولة عاوزين مشتقين جدا طبعا لأفريقيا تاني ده مهم جدا فأنا شاف إن لا ما فيش إجهاد واللعيبة طبعا أنا شاف إن الموضوع بسيط جدا بس هي طبعا تنزانيا المسافة بعيدة شوية الجهاز الصفر يعني ما قالوله يجي من إحلال تهيران برضو صعب جدا تنزانيا تلك إجاد من تكرار رحلات الصفر خلال الفترة القصيرة دي سطر بعد مباراة سنبا تنزانين تت 3-4 أيام عندك مواجهة تانية هنا في القاهرة بعد يوم مواجهة صفر تانية لجنوب أفريقيا تبقى من فترة ده فيها ضغوط كتير كبيرة جدا هي دي بس النقطة للجهاز الفني لازم يعمل حسابها ده الصفر الكبير وهو حيث الصفر بس إنما تدريبات استشفى كل ده طبعا الجهاز الفني معني بالموضوع ده وبيعملها كويس جدا واللعابة شايفة إنهم في حالة بدنية ونفسها رائعة جدا فإن شاء الله محتاجين بس المباراة نكسبها والموضوع هيبقى كويس جدا بحب دايما قبل أي مباراة أشوف بيقولوا إيه يعني المنافس بتاعي بيقول إيه وبعد المباراة بحب أشوف المنافس بيقول إيه بغالي تصريحات بتاعت أحمد علي المتحدث باسم المحدث الإعلامي باسم النادي السيمبا لو تبعته التصريحات بتاعته تصريحات كانت غريبة شوية قالك بنتواعد وبنحذر النادي الأهلي حان وقت خروجه من البطولات أكيد تبعت يعني كلامك المظبوط لا كلامنا مظبوط مليون في المية فأنا لما قرأت التصريح ده استغربت شوية يعني إيه قصة التواعد يعني القصة ولا المباراة حقك أن أنت يبع عندك أمال وتموح 100% وتشجع وتؤازر الفريق بتاعك لكن قصة أننا حان وقت خروج النادي الأهلي من البطولات يعني هل الموضوع أن فعلا النادي الأهلي عامل عقدة لأنديه كتير اللي هو أنا نفسي بقى ما تقول حال وقت للوصول للبطولات كان نادي الأهلي مثلا طب يعني ليه دايما السياغة بتبقى غريبة شوية لا أنه هو بس أنا عاون أنه هو مش هيقدر يوصل للنادي الأهلي فنيا فيقدر يلعبك نفسيا آه ممكن هو عاوز يلعبك نفسيا إنما مش عن نادي الأهلي نادي الأهلي نادي كبير اللعيبة كبار مدربين كبار نادي الأهلي بقيمة النادي الأهلي بحجم النادي الأهلي في أفريقيا وفي الشرق الأوسط ما يهموش التلام ده إنما الفرق ديت عشان مش قادرة توصل لك يعني سمبا التنزاني ده ما احترمنا لي طبعا فرق كبيرة خدوا كم بطولة ما خدوش يعني ببعاد ببعاد جدا عن نادي الأهلي فهو مش قادر يوصل لك للنقطة اللي انت فيها اللي أنت بتاخد بطولة بتوحكس عالم كذا مرة واخد بطولة أفريقيا فهو مش عارف يوصل لك الحتة دي فبيلعبك على الحتة العامل النفسي العامل النفسي وبرضه ما تجيش مع النادي الأهلي يعني النادي الأهلي العامل النفسي ده يعني حاجة كده عدينه عليك كتير بيراب عليك يعني مش فرق معه قوي يعني لأن اللعبة كبار واللعبة أقتريتها بتلعب في منتخبات يا إما بلادها يا إما منتخب مصر فالموضوع بسيط جدا مع النادي الأهلي فهو بيلعبك على الحتة النفسية بس إنما مقداش يوصل لك لحتة الفنية فعش كياه بيلعب الحتة دي إنما النادي الأهلي عارف الكلام ده وإحنا متعودين على الكلام ده والكلام ده ولا يفرق مع النادي الأهلي خالص كابتان إيهاب بالنسبة للمستر كولر بالتحديد يعني أنت شايف إن إحرازه الخمس بطولات الموسم الماضي ممكن يكون عامل ضغط عليه هذا الموسم ولا يقدر يستغله كدفعة معنوية للعبين في البطولات عندك تحدات كتير جدا من الموسم ده بص يا فاروق هي كل مدرب بياخد بطولة بيعاوز ياخد اللي بعده يعني أنا أخدت مثلا خمس بطولات السنة الفاتن أنا مش عايز أقل عنهم لأن لو قلت بالضبط لازم أعلى يعني أخد بطولة تاني أكتر فهي طبعا ما بتعملش عامل ضغط عليه إنما بتدينه حافز إن هو يقدر ياخد بطولات يعني يقدر لأنه مع فرقة قوية أحسن نادي في الشرق الأوسط فعنده الموضوع ده مش يضغط عليه قد ما بيعمل إن هو طبيعي جدا نازم يكسب إنما الضغط عليه لأنه ده برضو راجل محترف وليه اسمه وليه كيانه وبيدرب أحسن فرقة في الشرق الأوسط فالموضوع ده عايز أقول إن هو رسم خطة لنفسه إن هو مثلا في أندية تانية أو في منتخب تاني ما كانش بيوصل كده وما خدش بطولات قبل كده بالمنظر مع النادي الأهلي لأن النادي الأهلي ليه قيمة وليه قيمته في أفريقيا وفي مصر وفي الشرق الأوسط فعشان كده هو حس بنفسه وبذاته إن يقدر ياخد بطولات فالموضوع ده ما عميش عليه ضغط قد ما بيعمل عليه إن هو لازم ياخد بطولات تاني إنما بيلعب بقى رياحية جداً لعيبة كويسة بيقدر يتعامل مع اللعيبة نفسي وفني رائعين جداً وأنا شايف بصراحة اللعيبة من بالهم سنتين يعني في حالة فنية ونفسية رائعة جداً بالنسبة للعيبة كلها مش اللعيبة الأساسية بس يعني اللعيب اللي بينزل بيبقى كويس جداً زي اللعيب اللي بيلعب دي النقطة اللي كنا نتكلم سيها أنا ونهواندي في مقدمة البرنامج على إن مستر كولر غير الفكرة ما بين اللعيب الأساسي وإن الاحتياط دي نقطة صحيح جداً كل الجماهير ملحظاها والتدوير اللي هو بيشتغل عليه بالتغييرات وغيره لا أنا أعتقد فعلاً نجح مارسل كولر لم ينجح من قبل ممكن في الفترة اللي فاتت مدير فاني هي بص النقطة حلوة جداً وغير كده هو اللعيبة أنا هتحس إنهما اللعيبة مرتاحة يعني اللعيبة اللي ما بيلعبش مرتاح واللي بيلعب مرتاح واللي بينزل مرتاح واللي بيطلع مرتاح ما فيش حد زي السنين مثلاً قبل كده أو زمان انا نتفرج نقعد ياب نجري شوية اه أو طالع زعلانه ويعمل كده والحاجات دي كلها مش موجودة دلوقتي خالص يعني أنا شايف أنا ما بتفرج على النادي الأهلي فيه أرياحية بالنسبة للعيبة الاحتياطية واللي الأساسي اللي بيطلع واللي بينزل عندهم كده راحة نفسية عايزين يكسبوا فده العامل الأساسي اللي خليهم يكسبوا الخمس بطولات السنة اللي فات يعني شفت ماتش الترجي هناك اللعيبة رائعة اللي كسبنا فيها هناك الترجي 3 تقريباً 3-0 تقريباً أيوة اللعيبة كانت رائعة جداً اللي نزل واللي طلع كله كويس يعني الماتش كان كله من أوله والآخره كان كويس فعشان كده ده الإداني الإحساس والإحاق إن اللعيبة مستر كولر عامل حالة مع اللعيبة حلوة جداً عامل روتيشن رائع جداً ما هو قال قبل كده ما عندهش أساسي واحتياطي ده مهم جداً إنك توصل للعيب إن خدتها مش أساسي وتوصل للعيب التاني إن خدتها مش احتياطي ده مهم جداً فتلاقي اللعيبة كلها عندها أرياحية اللي بينزل مرتاح واللي بيطلع مرتاح بس في نقطة كابتن يهاب كمان يعني استكمالاً لكلام حضرتك هيبع ليه عامل ضغط أكبر في الحتة دي ليه بقى؟ على اللعيبة الدولية فكرة التحامل المباريات وفكرة أنه هو تحديداً اللعيبة الدولية مع منتخباتهم العودة مرة تانية للفريق والبقاء أو يعني العودة كمان مش من المنتخب للفريق العودة للمستوى الفني المطلوب للبطولات بقى مع النادي الأهلي والمتشاط المختلفة برضو حيتطلب منه مجهود مضاعف يعني هي بصراحة مهمة صعبة جداً مش سهلة أبداً يعني هي صعبة بس بالنسبة الناس محترفة زي لعيبة النادي الأهلي بتبقى الموضوع بسيط جداً يعني مخليه حتى المدير الفني عنده مرتاح يعني ما عندهش ضغط على اللعيب ده يلعب أو اللعيب ده جايب المنتخب عليه ضغط أو اللعيب حصل له مشكلة في المنتخب لازم أرجعه هنا في النادي لا الموضوع ده مختلف تماماً مع لعيبة النادي الأهلي ليه؟ لأنه محترفين فاهمين الوضع ماشي إزاي بس كنا بنشوف ده كابتن هابر وده كان راجع لأسباب كتيرة منها النجاحات دلوقتي المحققة ليه ما بنشوفش من النجاحات دي أنا بشوف مدرب الأحمال ليه عامل كبير اللاعب نفسه دلوقتي أصبح عنده ثقافة اللي هو إيه أنا لو مش كويس حمشي ليه بإن أنا بقى فيه في المركز بتاعي واحد واثنين واحد واثنين ليس أقل مني في الإمكانيات بل بالعكس في نفس المستوى فأنا بشوف إن ده زكاء كان من مارسل كولر إن أنا لو أنت مش كويس على فكرة فيه البديل بتاعك عادي فده إدى برضو للعيبة إدى للعيبة مش قلق لكن يعني فوقهم بصي الموضوع اللي أنت قلتي ده أنا هون رائع جدا وصح جدا مارسل كولر بيعمله هي المشكلة كلها إن اللعيب لو ما قداش فيه لعيب تاني هيقدي بس برضو اللي ما قداش ده مش هبعده يعني مش هخليه برا يعني مش هاربين يعني سوري في اللفظ مش هستغنى عنه مش هستغنى عنه باللغة الكرة فطبعا كل واحد حاسس بإمته وبفنياته وبمركزه في الملعب فمارسل كولر عمل حالة مع اللعيبة مع الروتيشن اللي بيعمله رائع جدا فكل اللعيبة مرتاحة زي ما قلت في الأول الكلام اللعيبة كلها مرتاحة آه أنت ما قدتش النهاردة إنما في زميلك هيقدي ولو أنت بقيت كواس حترجع تلعب تاني ما فيش أي مشكلة فاللعيب زميله برضو مرتاح وهو مرتاح فالدنيا كلها ماشي صحنا بنبقى مرتاحين وحنا متفرجين منرتاح طبعا إنما مارسل كولر عمل حالة رائعة جدا مع اللعيبة بصراحة حاجة جميلة جدا كانت نهاية بيعني التدعمات اللي أهل عملها هذا الموسم شوفنا إمام عشور شوفنا ريدا سليم مودست يعني لسه برضو منتظرين منه منه كتير عودة كريم نيدفيد عودة صلاح محسن شايف التدعمات دي ازاي خصوصاً النادي الأهل جابت تدعمات في الأماكن اللي محتاجها النادي الأهل صحيح طبعا إمام عشور رائع جدا ولتنميله طبعا الشفاء ريدا سليم لعيب هايل جدا صلاح محسن طبعا كان واخد عارة ورجع طبعا مكانه ما فيش مشكلة خالص مودست طبعا لسه مقدمشي ولا اعتماده إنما هو لعيب كويس أنا شفته في ألمانيا لعيب رائع جدا مكان بلعيب في دورتموند وإفسد كولن فكان هو لعيب كويس جدا جدا بس هي مشكلته لما هنبطأ أخلص عقده في شهر ستة قعد فترة تلت شهور ولا حاجة ما تمرنش أو ما لعيبش إنما أنا عايز أطمن الناس لأن الناس كلها بتتكلم أنا بقول لهم اللعيب ده لعيب هايل جدا هو لعيب كويس ولما كانش كويس ما كانش جيه النادي الأهلي ما كانش جيه النادي الأهلي ده مهم جدا ممكن يروح أي نادي تاني إنما مش النادي الأهلي فهو عشان لعيب كويس جيه النادي الأهلي وأنا عارف إنه هو لعيب كويس جدا بس لازم ياخد وقته وفرصته هتلاقي حاجة تاني وأنا شايف إنه هو من هدفين النادي الأهلي يعني المودس ده هي من هدف النادي الأهلي صحيح يعني فكلام جميع الناس بس تستنى عليه شوية بس ويما فيه لعيبة كتصفاقت جمال جدا طبعا قعدت بالسنة أه طبعا كلمنا في ده وعلى كل حال الكرة الأوروبية والكلمة الألمانية مختلفة شوية برضو فالفوارق دي بتحتاج وقت إلى حد ما لكن هو اندماجا أو اندماجيا مع اللعيبة لا العلاقة بينهم جيدة جدا فالكامستري موجودة وده بيرجع ليه روح النادي الأهلي ما فيش حاجة سماء صفقة جديدة بتاخد وقت كله بيندمج لكن يمكن فنيا لسه النقطة دي محتاجة مشاركات أكتر وربما تظهر كمان قريب بإذن الله نأمل ذلك يعني صحيح ننتقل هايك عايزت تضيف أنا عايزة انتقل وارجع عايزين نروح للمنتخب شوية صحيح عشان برضو الكلام عن المنتخب مهم وفي الفترة اللي احنا فيها فترة مهمة والماتش الأخير ادينا كلنا كده أو بعث مرة تانية لأمل عندنا بصراحة قبل المباراة كان الناس مأسومة تنين أنا مش متطمن خالص وحنخسر من الجزائر يكون شقة تاني بيقولك لأ دي كده كده ودية وحنلعب وحنعمل إن شاء الله يعني سكور مش وحش فاللي حصل إن انت لعبت كويس بس تعدلت سلبي بس لعبت كويس وده المهم أنا ليه قلت وليه كلنا كنا منتكلم وفاروق وقلنا المباراة دي مهمة عشان أنا مش فارق معي المكسب على قد ما فارق معايا أشوف أنا فنيا فين مع منتخب بيلعب جد مع منتخب أرقامه زيك مع منتخب عنده محترفين زيك مع منتخب عنده مدير فني قوي وذكي فهي دي النقطة كان اختبار حقيقي بعد كمان التونس والخسارة البعض بررها طبعا بأن اللعبت الأهلي مش موجودة وغيره لكن ده كان الاختبار بجد اللي أنا أتطمن بي وأنا أتطمنت قال كنت من الناس اللي عندي ألأ بالمناسبة اتطمننا بس خليني يعرف وجه بنظر حضرتك وبخبرتك ومشاركاتك برضو زمان اللي جاي كده كرؤية نتطمن فيه نشوفه إزاي بس أنا هاوند المنتخب عمل ماتشين كويسين جدا زنبيا وجزائر بعد ماتش تونس يعني بعد ماتش تونس الناس اتكلمت كتير جدا والد منتخب وحش وأول مباراة لعبناها تونس القوية جدا وما عملناش حاجة لأننا لعبنا قبل كده سبع مباراة كانت كلهم ضعيفة وكسبناهم كلهم إنما النظرية اتغيرت دلوقتي بداية من ماتش زنبيا اللعبة عملت مباراة رائعة جدا كويسة جدا وكسبنا المباراة التانية كانت أقواهم شوية ليهي الجزائر طبعا زي ما حدتك قلت أنا هاوند الجزائر فرقة قوية جدا زيق زيها بالضبط يعني واللعبة هنا زي اللعبة هنا وأشكالهم زي أشكال اللعبة بتاعتنا يعني هتلاقي هنا محمد صلاح هتلاقي هنا محرز فهتلاقي الموضوع ماشي كويس إحنا تطمننا يعني كتير جدا من الشعب المصري تطمن لمنتخب مصر بس أنا عايز أقول حاجة فيه لعيبة في منتخب مصر لو مش موجودة هتأثر معها شوية زي تريزيجية لو مش موجود هيتأثر شوية المنتخب هيتأثر شوية مش كتير إنما هيتأثر محمد صلاح مصطفى محمد محمد عبد المنعن يعني فيه لعيبة كده وكهرباء بتعلي برضو وكهرباء بس الكهرباء ما لعيبش المطشين طبعا لو تضم طبعا هيبقى حاجة إفادة يعني هيبقى حاجة رائعة جدا بالنسبة لمنتخب إنني مثلا لو مش موجود إنني كان هايل جدا بالذات المباراة التانية بتاعت الجزائر فأنا عايز أقول إن فيه لعيبة كده لو مش موجودة هتأثر في المنتخب شوية فأنا مش عاوز الحتة دي تبقى موجودة ليه في المنتخب لإني عاوز زي النادي الأهلي كده فيه لعيبة كده لعيب لو لعب يبقى كويس في المباراة إنما أنا شفت يعني لو تنزجيه مش موجود الموضوع هيبقى صعب شوية صعب شوية بالنسبة لمنتخب مصر فربنا طبعا نتمنى للناس اللي كلها تبقى موجودة ويرفعوا اسم مصر طبعا إن بطولة أفريقيا الجاية أنا هوندي يا فاروق هتبقى صعبة جدا صعبة جدا إن من كتر القوة المنتخبات الموجودة صعبة جدا آه المجموعة بتاعتنا إلى حد ما فيها توازن شوية الفكرة أنا ما بتفاقلش لما المجموعة تبقى فيها تبقى فيها بالمناسبة يعني ده حقيقة طرابة عليك صح 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 بس إحنا إن شاء الله نوصل بس نعدل دور الأولاني حتى قبل طبعا فرق قوية جدا طبعا تانية أنا شاء أنا ما بقى زي ما حدتك قلت كده مصر بتلعب أو الأهلي بيلعب مع فرق قوية بيبقى كويس إنما الفرق الضعيفة دي اللي بتخليكي الموضوع بيبقى صعب شوية فلا أنا أتمنى أن ده بقى المنتخب مصر الناس كلها دلوقتي عندها ثقة في المنتخب عندها ثقة في الجهاز الفني فإن شاء الله تبقى كويس وإن أتمنى ما يكونش فيه برضو إضاءة للفرص وما يكونش فيه يعني أن أنا أسيب المنافس بتاع يوصل لغاية الشناوي مع القصة أن برضو خلينا نبقى صرحة الشناوي الشيال تقريباً 3-4 كتير أنا عايزي السياق ده أنا هوان ده برضو كابت إن إيهاب إن أنا أتوقف معك شو أنا هتفق وهختلف يعني حضيك على المراكز اللي حضيك قلتها إحنا سهل صعب تجيب لها بديل أنا شايف إن معظم المراكز دي هقدر أجيب لها بديل سواء ترزيجية سواء محمد صلاح في وجود حسين الشحات في وجود أحمد سيد زيزو سواء إن إني في وجود إمام عشور أنا المراكز دي شايف إن هيا الأمر يبقى ممكن تأخذ لقلبة دي لكن أنا شايف إن أصعب مركز في ملعب شناوي مفتخب مصر طبعاً طبعاً حمد الشناوي أفضل لعيب في المباراتين وصحفرق جبير جداً بين الشناوي والبديل أو اللاعب اللي بعد برضو عليك دي نقطة كويسة جداً بس نتمنى إن الشناوي إن شاء الله ما يحصل لوش حاجة لأن لو حصل عيبقى فيه مشكلة عيبقى فيه مشكلة جبيرة يعني كلامك مظبوط جداً وأنا معاك جداً في الموضوع السيناريو مقرر على فكرة دايماً حرس المرمى أو حرصة المرمى مش هقول دايماً من معظم الوقت ما بيبقاش فيه بديل للأساسي محمد الشناوي يعني ما برضو ده بني آدم من فترة طويلة من فترة طويلة وربما يحدث أي أمر يعني مش بالحزبان فهي دي المقلقة جداً زي ما قلنا محمد الشناوي شال عننا تقريباً أربع جوال صحيح فلولاً أنت عندك بجد حارس قوي أنت كان زبانك خدت سكور دلوقتي يعني وأنا شايف دلوقتي الشناوي من ساعة المباراة النهائي بتاعة أفريقيا السنة اللي فاتت مع الوداد أنا شايف أن الشناوي مركز كتير جداً طبعاً مركز كويس جداً يعني في الأول كان ممكن يجيله إصابة يجيله بتاعة يتغير أنا شايف الشناوي من ساعة مباراة النهائي أفريقيا اللي هناك مش اللي طبعاً هم لعبش اللي في الاستاد هناك قاهرة من ساعته هناك وهو لعب كل المباراة فطبعاً نتمنى نتمنى أنه هو يحافظ على مستوى ونتمنى يتبعد عنه الإصابات لأنه فعلاً زي ما حديك قلت وفاروق قال أن الموضوع سيبقى صعب لو حصل المشكلة بالذات حرس المرمو وكيروش لو إحنا نفتكر أو كيروش عشر نقطة كيروش كيروش ميدو دايون لك كيروش ما علينا مش مهم مش مهم مخاطر كان بيعتمد على برضو ضربات الترجيح يعني ضربات الجزاء لأنه عايز المباراة أدافع أدافع وأفل وبعد كده ضربات الجزاء وده كان وقتها أنت عندك الشناوي كان أبو جبل يعني بس قصة دي كانت مرهقة جداً لحراسة المرمو مرهقة لنا إحنا كأعصاب ما أعتقدش كانت الأمثل أبداً أننا لعبي بنسبة 90% دفاعي ما كنتش بتستمتع حتى المنافس ما كانش بيشوفك بالقوة اللي هو أو الندي اللي هو نازل هو كان بالعكس هو بيهاجم وبيلعب وإنت عملت دافع تدافع كان صعب جداً وقتها أعتقد حالياً فيتوريا لا يعتمد بهذا الشكل أبداً بالعكس بيجمع بشكل كبير ما بين الدفاع والهجوم حسب المنافس بتاعك برضو الخطة بتاعته يعني الجزائر كان بيعتمد على اللعب المفتوح المباراة المفتوح فشان كده هو جمع بين ده وده فيه مباريات تانية أو منتخبات تانية هتلاقي بتلعب مثلاً لعب الدفاعي أكتر فحسب فده تكاء برضو بصراحة يحسب لفيتوريا أو ألم يشوفه يعني شطارة طبعاً بص كيروش في الوقت اللي هو كان فيه موجود ما كانش المنتخب بالمنظر ده يعني ما كانش كويس أو ما كانش بالقوة دي فكان بيعتمد على الدفاع عشان يقدر يكسب مباراة في ضربات الجزاء وحصل كتير حصل في تلات مباراة في بطولة أفريقيا في الكاميرون عمل كده وليعب بضربات الجزاء وكسبهم معادة المباراة النهائية بتاعت السنغاية فهو كان حاطت في دماءه أنه هيلعب سبع مباراة أنه أنا أوصل المباراة السابعة يعني فكرة فكرة هو ده فكرة فكرة مدرب بس هو أنا أحترمه في حاجة أحدى بس أنه هو ده فكرة بالنسبة للمستوى اللعيبة اللي معاه الكواليتي بتاع اللعيبة اللي معاه فهو حاسس أنه هو ممكن ما يقدرش يكسب في المباراة فكان بيخلي المباراة تمشي يدفع كواس قوي ويلعب عادي جدا ويوصل المباراة للضربات الجزاء فسي كان نظم اللعيبة على فكرة هي يعني مع فارق كم ملاعب يعني بالضبط كده مش سكواد توتلي بس دي برضو تعتمد على المدرب المدرب هو اللي يقدر يخلي اللعيب يمشي إزاي في المباراة أو يخليه مستوى فين أو العامل النفس بتاعه يبقى يروح لغاة فين ده مدرب لمدرب فيتوريا بمشي كده وفيتوريا بيدفع كويس ويهاجم كويس فهماني وكيروش كمان كان في حاجة بيعملها وده اللي كان بيعمله وحسن شحات وده اللي كان بيعمله محمد القهري يعني ما هو ده المنتخب اللي احنا نعرفه المنتخب مصر احنا من إمتى كنا بننزل ندافع بس ووصلنا لإيه لما كنا بنلعب وندافع بس ولا حاجة وكيروش كمان كان بيعمل حاجة ما كانتش حلوة شوية إنه كان بيعتمد على صلاح بس يعني تاخد الكرة من هنا يلعبها بصلاح المنافس بيغطي على صلاح بس وقف صلاح خلاص خلص الموضوع فكان بيوصل المباراة للمباراة لضربات الجزائر هو ده كان فكره كده إنما أنا شايف الجاز الفني بخلية فيتوريا فيه توازن بين الدفاع والهجوم فكان المباراة ماشا كويس فهو بس هي مباراة تونس ذي اللي اتشال مثلا من الحزبان شوية إنما بعد كده من زامبيا للجزائر شيء رائع جدا وده اللي بيعتمد عليه دلوقتي فيتوريا في حتة إن مش هدفع بس أو ههاجم على حساب الدفاع لا ما فيش الكلام فيه توازن بين الدفاع والهجوم فعشان كده المباراة بتمشي كويس واللعيبة كلها باينة كويس يعني ما بتاقش على تنزجي بس يعني كل الخطوط زيزو حسين الشحات النني فكل اللعبة دي لها أدوار بتعمل كل واحد بيعمل دوره فعشان كده تلاقي المباراة ماشي غير مكان كيروش كان موجود كابتن هيا بالوقت فيجري ويبقى نايمل عندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه ونستفيد فيه لكن الوقت دايما بيجري لو هتقول كلمة أخيرا لعبة النادي الأهلي قبل مواجهة سيمبل التنزاني تقول لهم بطولة النادي الأهلي اللي بيشارك فيها أو البطولة بتقامل أول مرة النادي الأهلي مطالب هذه البطولة تقول لي لعبة النادي الأهلي التركيز من أول مباراة من أول مباراة نخش المباريات بقوة شوية يعني نبتجي جامت شوية عشان نرتاح في الآخر ما نوصلش المباراة الأخيرة ونقسب نستنى الكلام دا كله مش مع النادي الأهلي النادي الأهلي مش كده يعني إنما أتمنى أن النادي الأهلي يحترم الفريق يحترم الفرقة اللي قدامه ويسيبك من الكلام اللي هم بيقولوه حان ومش حان الوقت وما حانش الوقت دا بممشيش مع النادي الأهلي طبعا فأتمنى أن النادي الأهلي يخش المباراة بقوة ونقسم المباراة لأنه برضو بتضيف له لضافات النادي الأحيان هذا مهم جدا كابتن يهام نورتنا بجد والله يوك العادة الحديث إن شاء الله بقيا نقابل حضرتك مرة تانية هنروح فاصل سريع ونرجع للفقرة الأخيرة خليكم معنا